هذه صور معبر ذهيبا وازن الحدودية في تفاصيلها ضروة في حركة العبورة تشهدها هذه البوابة الحدودية فالاتجاهين رفقتها جاهزية عالية لمختلف الوحدات الأمنية والدوانة التونسية العاملة بالمعبرة لتيسير حركة العبور للتونسيين ولا للشقاء الليبيين حالها ديهم تاسعة ساعة ونصف تشد طريقة على روحك إن شاء الله خير وربي وصل سالم كل أحد ميشي الدار ولا ميشي عالش ولا ميشي شد طريقة إن شاء الله الحمد لله الأمور ماشية تمام مية مية إن شاء الله بين الطرفين الجانب بالتونسي ما يقصرواش والله ما فيه ثمانة تعطيل هذا ماشي الحمد لله رغم زحمة كل شيء متعاونين معنا نعوان أمن وكل حمد لله المعبر استحام إجراءات بسيطة وماشية الحمد لله رغم الضغط كبير لا كبير لأن رأس جديرهم سكره الحمد لله ماشي الأمور إجراءاتهم تعززت بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والدوانية الليبية شملت أيضا الحركة التجارية التي لم تتوقفت وشملت حركة عبور الشاحنات والتجارة البينية بين الشعبين الشقيقين التونسي والليبي إن شاء الله رمضان مبارك على خوتنا الليبيين وخوتنا التوانسة وبصراحة نشكر كل البوابة معبر ذيبه وازن على معاملتهم الطيبة والمرور السريع يعني باعتبار أنه منفد رأس جدير مسكر فخوتنا الديوانة والشرطة وكل الزملائهم يعني واقفين توانسة وليبيين يعني متعاونين مع بعضهم وفتحونا ممرات تانية يعني ما كان الشيء إن ممرات هذه قبل لإني صبقا وإني جيت من معبر وازن إن زادوا إضافة في الممرات ذروة حركة العبور في هذه الأيام بمعبر ذيبه وازن الحدودية تعجل برأي المسافرين والمواطنين بإنهاء أشغال المعبر الجديد في أقرب الأجال ترجمة نانسي قنقر